استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في مقر إقامة جلالته في العاصمة البريطانية لندن اليوم سفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعتمدين لدى المملكة المتحدة وذلك للسلام على جلالته بمناسبة زيارته الرسمية لبريطانيا وخلال اللقاء رحب صاحب الجلالة بالسفراء واستعرض معهم مسيرة مجلس التعاون منوه جلالته بما حققته مسيرة العمل الخليجي المشترك من منجزات عظيمة طوال السنوات الماضية وهو جدير بالفخر والاعتزاز ويتطلب من التمسك والمحافظة على ما تحقق والبناء عليه وأضف جلالته أن دول المجلس نجحت بفضل الله ومن ثم بحكمة وبعد نظر أصحاب الجلالة والسمو قادة المسيرة المباركة في الحفاظ على المكتسبات وتحقيق المزيد من الإنجازات وأن شعوب دول المجلس نجحت أيضا في المساهمة بتحقيق التنمية والرفاهية للمواطن الخليجي بفضل وعيها وتكاتفها واستثمارها في بناء مجتمعها وأكد جلالته على أهمية دعم وتعزيز العلاقات بين دول المجلس والمملكة المتحدة في كافة المجالات واستثمار هذه العلاقات الاستراتيجية في تحقيق المزيد من التنمية والرخاء لدولنا وشعوبنا وأصدقائنا مثنيا جلالته على الدور المهم الذي يقوم به السفراء وجهودهما طيبة لتوثيق وتطوير التعاون والتنسيق بين دول المجلس والمملكة المتحدة من جانبهم نقل سفراء دول مجلس التعاون المعتمدين تحيات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس لجلالة الملك المفدى معربين عن تقديرهم للدور الكبير الذي يقوم به جلالته وإخوانه قادة دول المجلس في تعزيز وتطوير العلاقات الاستراتيجية مع الدول الصديقة والوصول بها إلى أفضل المستويات وكلف جلالة الملك المفدى السفراء بنقل تحياته إلى إخوانه قادة دول المجلس وتمنياته لهم بموفور الصحة والعافية ولشعوبهم ودولهم دوام التطور والتقدير اشتركوا في القناة